نظمت المنسقية العليا لثورة الشبابية بالجوف حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة فبراير الشبابية السلمية المجيدة في قاعة الاحتفالات بمبنى المحافظة بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشد وعدد من القيادات السياسية والشبابية وفي الحفل الذي بدي بآل من الذكر الحكيم أشار وكيل المحافظة إلى أن ثورة فبراير التي أنهت عصر التهميش للجوف وفتحت للمحافظة آفاقا واسعة تحركت فيها عجلة التطوير والتنمية منوها بالإنجازات السلطة المحلية داعيا الحكومة اليمنية للاستمرار في تحقيق أهداف ثورة فبراير الاهتمام بالمقاتلين من الجيش الوطني وبأسر الشهداء ورعاية الجرحى والمعاقين كما ألقيت في الحفل كلمات عن الشباب والأحزاب السياسية أكدت على دورهم في التغيير والبناء والتنمية وإسهامات القوى السياسية والوطنية في الثورة ومواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة ترجمة نانسي قنقر